عرض تسريبات كبرى لأول مرة على التلفزيون في مصر بننشر التفاصيل ورد عاجل من الحكومة المصرية على حقيقة زيادة الضرائب على المواطنين وعاجل مصر تتخذ إجراءات ضد مالكي سيارات الحديثة وخبر مهم لكل المصريين الإجابة على سؤال هل يستمر طقس شديد الحرارة طوال شهر رمضان بننشر التفاصيل في هذا الفيديو وأهم اليوم حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير بننشر التفاصيل وأهم بننشر تفاصيل وتطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري بالتفاصيل في البداية كل عام وأنتم بألف خير رمضان كريم عليكم قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم إن شاء الله عشان تجي لك أهم الأخبار واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول عاوزين نوصل لألفين أعجبني أو لايك على هذا الفيديو وقبل ما نبدأ في الأخبار عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحية مصر وانتوا أدها وتعملوها نبدأ مع بعض في تفاصيل الأخبار وتفاصيل عرض تسريبات كبرى لأول مرة على التلفزيون في مصر ويواصل مسلسل الاختيار ثلاثة كشف العديد من أسرار الفترة التي شهدت أحداثا مثيرة وانتفاضات في مصر بعد عام 2012 والمسلسل عرض تسريبا حقيقيا يظهر فيه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح وقال لأحد الأشخاص انتوا ما تخافوش من سيطرة الإخوان على البلد بشكل ديموقراطي ده السؤال أنا بطرحه لحضرتك لو انتوا ما خفتوش من الحكاية دي بقى حضراتكم ما بتفكروش في مستقبل مصر وده مش طبيعي يبقى الجيش المصري غايب عنه مستقبل مصر وأضاف أبو الفتوح منطلق كلامي هو الخوف على مؤسسة الجيش وغيرتي عليها أنا والله لو أختار بينه وبين أي حد من حضراتكم هدي صوتي لأي واحد فيكم من غير مفكر بما فيهم المشير طنطاوي وشهدت الحلقة الثالثة من المسلسل مواجهة بين وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي في ذلك الوقت ومرشد الإخوان محمد بديع بيعاتف فيها المرشد المؤسسة العسكرية على التباعد بينها وبين الجماعة وعدم السماح لأعضاء الجماعة بالانضمام للجيش المصري في هذه المواجهة يرد وزير الدفاع السيسي في هذه الفترة بأن الإخوان يقومون بالتدخل في أمور لا تقصهم وأن رئيس الدولة رئيس كل المصريين سواء الإخوان أو غيرهم ولا يجوز للإخوان التدخل في مؤسسات الدولة كما يفعل خيرة الشاطر محمد البلتاجي بذهابهم بمطالب وأوامر الجماعة إلى الأجهزة الأمدية المصدر معنا كان من صحيفة في الفن وبعض الصفحات على تويتر وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وعاوز أعرف رأيكم في التعليقات تحت الناس اللي امتبع مسلسل الاختيار قلونا يعني رأيكم إيه في المسلسل وصلنا للحلقة الرابعة عاوز أعرف رأي حضراتكم في هذه التسريبات وفي المسلسل ككل ننتقل مع بعض الخبر آخر وحاجل مصر بتتخذ إجراءات ضد مالكي سيارات الحديثة وقال مصدر داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر إن أي مواطن يمتلك سيارة حديثة سوف يتم حذفه من البطاقات التموينية بدءا من واحد مايو المقبل طيب هل الدولة قالت أي سيارة حديثة وخلاص لا حددت موديل السيارة أضاف المصدر إن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تقليل حق المواطن الذي سيستفيد من البطاقة التموينية بحيث يصل الدعم إلى مستحقين وأرسلت وزارة التموين رسالة نصية تطالف فيها المواطنين الذين يمتلكون سيارة حديثة بالتوجه إلى مكتب التموين لمعرفة إن كانوا يستحقون الاستمرار في تلقي الدعم أم لا في موعد أقصى نهاية إبريل الحالي قال مصدر بالوزارة أن هناك معايير جديدة لمستحقين دعم التموين أضاف إن جميع من أرسلت إليه بالرسالة عليه التوجه إلى مكتب التموين ومعه ما يثبت بعدم امتلاك سيارة حديثة إلا سيتم وقف البطاقة التموينية القاصة به نهائيا طيب عاوزين يعرف مع بعض يعني إيه هي السيارة الحديثة من سنة صنع كام السيارات الحديثة اللي حددتها وزارة التموين هي من 2014 حتى يعني الوقت الحالي 2022 كل من يمتلكون سيارات من هذه الموديلات من أول 2014 لحد 2022 لا يستحقون الدعم وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة القادمة لحذف غير مستحقين بطاقة تموينية وكانت الوزارة طلبت منذ أسبوعين بتقديم أصحاب البطاقات التموينية مفردات المرتب المطلوبة من الزوج والزوجة وذلك لمعرفة مدى استحقاقهم للحصول على الدعم التمويني أم لا المصدر معنا كان من القاهرة 24 أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر المهم معنا في الوقت الحالي وإقولونا رأيكم في هذا الخبر ننتقل مع بعض الخبر آخر ورد عاجل من الحكومة المصرية على حقيقة زيادة الضرائب على المصريين حسم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري ياسر عمر الجدل حول زيادة الضرائب على المواطنين في الموازنة العامة جديدة للدولة ووضح أن الموازنة الجديدة جاءت محملة بأعباء كثيرة نتيجة ما يحدث في الشرق بين روسيا وأوكرانيا طالب بأهمية ترشيد الإنفاق على مستوى الدولة لتجاوز هذه الأزمة بسؤال حول الحديث عن زيادة الضرائب على المواطنين في الموازنة العامة الجديدة للدولة قال أن هذا الأمر مستبعت تماما وليس له أي أساس من الصحة خاصة وأن الحكومة اتخذت قرارا بتخفيف العبء على المصانع والصناعات الأساسية وكذلك التوسع في مكافحة التهرب الضريبي وتحصيل المستحقات المتأخرة أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه سيتم بدء منقشة الموازنة العامة للدولة بكل تفاصيلها بعد إلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط البيان المالي للموازنة أمام المجلس ويتم إحالته إلى اللجنة من جانب رئيس المجلس أضف النائب ياسر عمر أن مخططات برامج الدعم والحماية الاجتماعية تأتي في مقدمة أولويات الموازنة الجديدة أشار إلى أن الموازنة ستعتمد بشكل كامل على الدعم وحماية محدودية الدخل كما سيتم مراعاة الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها دستوريا فيما يخص ملفي الصحة والتعليم وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنه لم يتم تخفيض أي بنود خاصة بمخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للمواطنين بل أن الحكومة أقرت تخفيض مخصصات عدد من بنود الإنفاق الحكومي لتحقيق الانضباط بالموازنة العامة للدولة الجديدة المصدر معنا كامل صحيفة الدستور المصرية أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل ننتهي مع بعض الخبر آخر وخبر مهم الكل المصري الإجابة على سؤال هل يستمر طقس شديد الحرارة طوال شهر رمضان رغم تعرض جميع محافظات مصر للارتفاع شديد في درجات الحرارة حيث وصلت العظمة أمس 39 درجة مئوية لأن الأرصاد أصدر بيانا تحذر فيه المواطنين من انخفاض درجات الحرارة بدءا من يوم الجمعة المقبل توقع خبراء الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة على شمال مصر حتى قاهرة كبرى والواجه البحري وشمال الصعيد من المتوقع تسجل محافظة القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية بانخفاض 6 درجات عن أمس ويتوقع خبراء الأرصاد أن تسجل محافظات السواحل الشمالي 24 درجة مئوية بانخفاض 12 درجة من جانبها أرجعت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن الارتفاعات والانخفاضات التي نشهدها خلال الأسبوع الواحد إلى طبيعة تقص الربيع المتقلب حيث يتسم بتقلبات جوية سريعة وحد ولفتت غانم في تصريحات خاصة لصحيفة المصر اليوم أنه متوقع أن يشهد يوم الجمعة انخفاضا في درجات الحرارة على قاهرة كبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حتى شمال الصعيد من قيم 6 إلى 7 درجات ويسود طقس حار خلال فترات النهار وتستمر هذه الانخفاضات حتى بداية الأسبوع المقبل واستبعدت غانم تعرضنا لموجة باردة مرة أخرى إلا أن طقس الربيع غير مستقر وحذرت غانم من انتشار الأتربة العالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة وسط سينة وشمال الصعيد أشارت غانم إلى نشاط الرياح على مناطق من غرب البلاد وجنوب الصعيد على فترات متقطعة المصدر معنا كان من صحيفة المصر اليوم إذن يعني إحنا ما دخلناش الصيف رسميا إحنا لسه في فصل الربيع في تقلبات يوم حر ويوم برد فنخلي بالنا جدا وأترك لحضراتكم التعليم ننتقل مع بعض الخبر آخر وهام اليوم حقيقة وفاة الفنان أحمد بدير وأثر خبر وفاة النجم أحمد بدير قلق محبي وذلك بعدما انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا ونفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وفاة الفنان أحمد بدير أكد أنه بصحة وبخير ولم يصيبه أي مقروه كما تردد الساعات الماضية وقال في تصريح خاص الخبر كاذب وقد انتشرت الساعات الماضية على بعض صفحات خبر بشأن رحيل الفنان أحمد بدير يقوم الفنان أحمد بدير بدور المشير محمد حسين تنطاوي ضمن أحداث المسلسل لاختيار ثلاثة والذي يعرض على قناة أون وكان قد شارك الفنان حماد أهلال صورة من كواليس مسلسل المداح 2 بصحبة الفنان الكبير أحمد بدير ونشرها على حسابه الشخص بموقع التواصل اجتماعي الانستجرام والجديد بالذكرى أن مسلسل المداح أسطورة الوادي يتضمن كوكبة ونخبة من نجوم الجزء الأول مع الاستعانة بنجوم جدد لتجسيد شخصيات أخرى تتماشى مع الأحداث الجديدة وهي كالآتي لهذا الجزء أبرزه من نجم حماد أهلال أحمد عبد العزيز خالد سرحان هبة مجدي دنيا عبد العزيز ولاء الشريف كمالة بورية صبحي خليل حناد سليمان هادي خفاجة تامر شلتوت هايدي رفعت هالا السعيد بسمة ماهر عفاف رشاد محمود عامر عبيل فاروق وآخرين المصدر معنا كان من صحيفة الموجز وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر ننتقل مع بعض الخبر آخر وهم ننشر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري طم أنا الفنان سمير صبري جمهوره على حالته الصحية وتطورات حالته بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا قال سمير صبري في تصريحات لراديو هيتس أنا لسه في المستشفى بس الحمد لله صحتي أحسن في تقدم كبير وأضاف بقول ألف شكر لربنا أني عشت الزمن الجميل ده وربنا حقق لكل أمنياتي وعشت عشان أشوف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي بينقذها وتابع وقال دخولي الفن كان قدر عجيب جدا لإني جار عبد الحليم حافظ ووقفته عند الأسنصير قلت له أنت بتصور فيلم حكاية حب وعاوز أحضر التصوير وبدايت الحقيقية في الإذاعة المصرية وأنا ببدأ بكنتش عارف هوصل لإيه بس كنت غاوي الفن تمثيل وإذاعة وغناء وعنصحته للجيل الجديد قال يجب أن تكون متجددا دائما ومطلعا دائما وتقرأ كثيرا وتعرف الجديد في الإذاعة والتلفزيون والسينما ويا موقعت في مطباط ويا ما فشلت لكن الفشل علمني النجاح وكلما بقع بقوم بإرادتي القوية وإيماني إما عن النقلة في حياته قال إنها كانت مع الفنان عمار عندما كونا فرقة وتم تحويلها الاستعراضية وصافروا الجميع عن حاء العالم وتابع ما كنتش متخيل كل هذا الحب من الجمهور وأنا مؤمن دايما إن الخير موجود المصدر معنا كامل صحيفة الموجز وكانت هذه كلمات الفنان سمير صبري ربنا احفظه للدين طولة العمر والصحة بإذن الله عاوز أقول لحضراتكم درجات الحرارة المتوقعة في البلاد نصحت غانم المواطنين بارتداء الكمامات خلال تواجدهم بالشارع خاصة أصحاب الأمراض الصدرية نظرا لابتشار الأتربة العالقة ونشاط الرياح المثيلة للرمال والأتربة كذلك الابتعاد عن أشعة الشمس خاصة أوقات الظروة منعا لإصابتهم بضربات الشمس وارتداء غطاء الرأس في حال النزول إلى الشارع وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر القاهرة والوجه البحري كوبرة 38 والصغرة 19 السواحل الشمالية 28 والصغرة 17 جنوب سيناء العزمة 37 والصغرة 24 شمال الصعيد 40 والصغرة 22 جنوب الصعيد العزمة 42 والصغرة 26 المصدر معنا كان من صحيفة المصر اليوم وأترك لحضراتكم التعليق على هذا القبر وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار أتمنى أكون خفيفة على حضراتكم وتألتش عليكم إن شاء الله كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحيكم مصر ميديا أي إي بي على الفيسبوك وعليتيوب بنفس الإسم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته